ازايكم يا حلوين صلوا على النبي وتعالوا نشوف افكار سريعة ومفيدة عند الكيسة صغيرة زي دي كده تعالي اقولك ممكن نستخدمها في ايه بجد فكرة حلوة جدا صلي كده على النبي عليها افضل الصلاة والسلام وتعالي اقولك ممكن نستخدم الكيسة دي في ايه هتحط جواها التليفون بتاعك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وتعالي اقولك بقى ممكن نعمل ايه لما نحط التليفون جوا الكيسة هتبدأ ان انت تشحنيه بالشكل ده كده لو ما عندكش ترابيزة او عندك حاجة تحطي عليها التليفون طريقة سهلة جدا وبسيطة جربيها لو بتشوي فراخ او كفتة او اي حاجة تعالي اقولك فكرة حلوة جدا واعتمديها على طول وبإذن الله هتساعدك كتير وكمان هتريحك زي ما انت شايفة كده انا كنت باشوي فراخ تعالي اقولك بقى انا بعمل اين بتشليش كده قطع قطع من على الشواية حط كده طبق وابدأ ان انت قفل الشواية علي بالشكل اللي انتو شايفينه ده وقل بيا على الناحية التانية بكل سهولة كل اللي عالشواية هينزل عالطبق مش هتحتاج ان انت تشيلي حاجة حاجة جربيها روح لتشتري طلبات وكيسة طلعت تقيلة على ايدك شوية وما انتش قادرة تشليها تعالي هقولك على حركة حلو هتساعد عليك الموضوع ده جدا وكمان ايدك مش هتوجعك خالص بعد كده هتجيبي كده كيسة وتبدأ ان انت تعملي ايدك بالشكل اللي انتو شايفينه ده سبعين كده وسبعين كده وتبدأiat ان انت تشليها بالشكل اللي انتو شايفينه ده الطريقة دي حلوة هتساعد عليك كتير بالرمية لما بنيجي نحط الحلة على النار بنحتار في الغطاء بتاع الحلة نحطو فينه وبالзаد كمان ان الغطاء بيبقى مليان بخار مية من الحلة نفسها او من الاكل اللي في الحلة فبقى بتعرفش نحطه فين وكمان بنخاف نحطه على الرخامة ولا حاجة لينزل مية على الرخامة زي ما انت شايفة كده الغطى بيبقى بالشكل ده وايد الحلة بتبقى بالشكل ده بتحطيه بيبقى ثابت جدا زي ما انت شايفة جربي الفكرة بجد حلوة هتريحك كتير عندك شماعة هتياع وتعالي هنعمل بيها بجد فكرة تحفة هتجيبي كده الشماعة وتبدأ ان انت تجيبي السكينة اللي هي المشارشرة دي او تسخيني السكينة على النار وتبدأ ان انت تقصيها بالشكل اللي انت شايفة قدامك ده بالضبط كده بعد ما بتقصيها الاتنين بالشكل ده لو فيها بقى آآ قطعة من فوق زي اللي معايا دي برضو حاول ان انت تشيريها بالضبط كده بقى معنا القطعتين متسويين وقد بعد بالضبط هتجيبي كده طبق يكون آآ بالشكل اللي انت شايفة ده اللي هي الطباق اللي بتبقى زي آآ صفاية كده بلاستيك آآ يكون طبعا بنفس الشكل ده كده موجود طبعا عندنا في كل بيت وهتجيبي كده سل الكرباط وتبدأ ان انت تثبتي قطعتين الشماعة اللي احنا شرناهم بالطريقة اللي انت شايفها دي بتكون ثبتة جدا معاك ومستحيل تتحرك هتيجي كده بقى عند الاماكن اللي بيكون فيها آآ زحمة كتير وحابة ان انت تعمل لها منظم سريع وبصير ده هيكون ابسط منظم تحط فيه كل حاجة جربتك لما تشتري هدوم جديدة وحابة ان انت تشيلي التيكت منها اوعي تشيليه بالطريقة دي لانها هيتقطع منك بكل سهولة بالمقص وبكده هتبوازي التيشارت او البلوزة اللي انت جايبها تعالي اقولك بقى الطريقة الصح اللي المفروض ان انت تشيلي بيها التيكت بكل سهولة هتفتحيه بالشكل ده كده وهتقصي الخياطة من جوه بالشكل ده تتقصي معاك بكل سهولة والهدوم تعرف ان غطى الازازة هطلع لي استخدام تاني غير ان انت تغطي بالازازة هتكده غطى ازازة وتعالي اقولك على فكرة بجد حلوة هتجيب كده الجزر وتبدأ ان انت تقشري بغطى الازازة بالشكل ده هيديك نتيجة حلوة جدا ومش هتقشري ولا تهدري من الجزر حاجات كتير وفي ثانية كده من غير ما توسخي اي حاجة عندك ولا تبهدلي اي حاجة عندك بغطى الازازة كده وزي ما انت شايفة النتيجة حلوة بجد جربيها حط الليفة في الشماعة وعملي اختراع بجد فكرة تحفى وهتريحك كتير جدا هتجيبي مقص كده وتبدأ ان انت تقصي الليفة من جوة بالشكل ده بطول المقص كده ما تقطريش وما تخليش الليفة الفتحة بتاعتها كبيرة من جوة هتحط فيها الشماعة بالشكل ده وهتقدر تستخدميها لغسيل ظهرك بكل سهولة جربيها تعالي بقى النهاردة هخلصك من جميع الصراصير اللي موجودة عندك في البيت بكل سهولة لو عندك الصراصير كده مع الشيشة صغيرة ومش عارفة تتخلصي منها تعالي النهاردة هعمل لك وصفة بجد تحفى هتخلصك منها بكل سهولة هتجيبي طبق وتحطي فيه معلقتين من السكر البودر معلقتين كبار كده وكمان معلقتين من التقيق وتلات معالق من حمض البوريك او بوريك اسد ده هتلاقيه في اي صغدالية او في اي مكان بيبيع مبيدات حشرية وهتجيبي كده لبن البودرة وهتحطي منه معلقتين كبار من لبن البودرة وهتقلبي بقى المكونات دي كلها في بعضها بالشكل اللي انتو شايفينه ده وكمان هتجيبي هنحط بقى وهنعجن المكونات دي كلها مش بالمية بس هنعجن كمان بالمنتج اللي معانا ده اسمه ده بيتستخدمه لحشرات الشعر ده بيتجاب برضو من اي صيدلية هنحط تلات معالق كده كده وهنبتدي نعجن باقي العجينة بالمية بالشكل اللي انتو شايفينه ده هتحطي مية كده شوية بشوية لحد ما العجينة معاك تبقى متمسكة يعني تكون ملزقة شوية كده بس ملمومة كده مع بعضها ومتمسكة زي ما انتو شايفة كده هوريكي طبعا قعمها في الاخر كل اللي جرب الوصفة دي بيشكر فيها جدا وبتديه له نتيجة خيالية بجد تحفة جدا للسراصير زي ما انتو شايفة كده بدا بيبقى قعمها بتاخدي منها كده قطع قطع وبتحطي بقى في الاماكن اللي بيظهر فيها عندك سراصير كتير مثلا بتحطي تحت الحوت بتحطي آآ في الدولاب بتاع المطبخ بتحطي جنب الصفاية بتاعت المي المجاري بجد فكرة تحفة جربيها هاتي ملقاط وقلم كحلة وتعالي هقولك على فكرة حلوة جدا الفكرة دي للبنات بجد هتنجز معاكي وهتحبيها جدا هتجيبي كده قلم الكحلة وتبدأ ان انت تحطي على الملقاط كحلة بالشكل اللي انتو شايفينه ده هنحط كده كحلة شوية حلوين كده هتمشي كده الكحلة على الملقاط بالشكل ده على الملقاط من فوق بالشكل ده وتعالي اقولك بقى ممكن نعمل ايه بالفكرة الحلوة دي حطي اللايك كده يا ست الكل وتعالي نشوف هنعمل ايه زي ما انت شايفة كده هتقدر ان انت تحددي حواجبك بكل السهولة لو انت ما بتعرفيش تحدديها الطريقة دي سهلة جدا جدا بتحددي حواجبك بالشكل ده كده وبعد كده بتقفل الملقاط وبتنزلي على سحبة الحاجب من تحت بالشكل ده وبعدين بتملي الفراغات بالكحلة بالشكل ده بجد الفكرة دي حلوة جدا وهتنجز معاك وهتحبيها جدا وتعتمتيها هاتي قستك الفلوس ولفيه على صدعينك بالشكل اللي انتو شايفينه ده وتعالي هقولك على فكرة حلوة قوي صلي كده على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وهو تنسي تقولي لي بتشاهديني من اي بلد طبعا شيء يساعدني جدا هتجيبي كده قستك وهتجيبي ورق الستريتش بتاعك بالشكل ده وتبدأ ان انت يتمشي عليه زي ما انتو شايفين كده الطريقة دي حلوة جدا عشان الستريتش رول بتاعك يتفكي معاك بكل سهولة زي ما انت شايفة كده هوريكي طبعا دلوقتي شايفين برم على بعضه ازاي بجد الفكرة دي حلوة هتسهل عليك كتير لو انت ما بتعرفيش تفكي بسهولة وهيتفكي معاك بكل سهولة جرب بيها بجد فكرة بسيطة وحلوة وبازن الله هتعجبك. تعالي بقى هحللك المشكلة دي بكل سهولة وبجد مشكلة كلنا بنعاني منها. طبعا اغلبيتنا دلوقتي او مش اغلبيتنا كلنا جايبين المخدات الفايبر اللي بتتبقى بالشكل ده موضت انت تنجيدي مخدات او تجيبي قطن وتحطيه في المخدات دي معددش موجودة. بنجيب المخدة الفايبر بتبقى ده شكلها بالشكل ده كده بنحط عليها البياضة وبيبقى ده شكلها طبعا وانت نائمة اكيد المخدة البياضة بتتشال من على المخدة كده وانتي نايمة. فطبعا المخدة بتاعتك بتتبادل بسرعة او بتتوسخ بسرعة. انا بقى بعمل ايه بجيب اه بروح اشتري كده قماش من عند اي حد بيبيع قماش. وبقسمه بالشكل اللي انتو شايفينه ده. اللي انا مسكيها دي كانت قماشة كنت جايبيها وفصلتها كده على شكل اه مربع كده بس يعني يعني مخيطها من ناحية واحدة بس. والناحية التانية دي مش مخيطها علشان بدخلها في المخدة بالشكل ده وبخيطها وطبعا انت بالطريقة دي بتحمل مخدة بتاعتك من برا وطبعا بتخيطيها تخيطة عشوائية علشان لما تيجي تشليها تاني بتشليها بتخسليها وترجعها تاني زي ما كانت شايفين طبعا بيض المخدة اللي موجودة دي وبيض المخدة التانية فرق طبعا كبير جدا تانية دي بتحفزي جدا على نظافتها جربي الفكرة دي بجد حلوة تعالي بقى هقولك على فكرة هتسهل عليك كتير لو انت تعرضت للمشكلة دي هتجيبي طرحة كده وتبدأ ان انت تحطيها تحت الحلة بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهتبدأ ان انت تقفلي الطرحة بالشكل اللي انت هتشوفي ده صلي كده على النبي عليها افضل الصلاة والسلام وتعالي يقولك احنا بنعمل كده ليه لو انت حابة تروحي لولدتك او حابة تروحي اللحماتك او اي حد وحابة ان انت تغذي لها مسلا حلة اكل معاكي فالطريقة دي حلوة جدا عشان الغطاء يثبت جدا على الحلة ومستحيل طبعا يتفك هتجيب الطرحة وتبدأ ان انت تقفليها بالشكل ده كده وهتقفليها من من الاطراف بتاعتها بالشكل ده بالضبط كده ومن ناحية التانية برضو نفس الكلام بكده الحلة بقت مقفولة كويس جدا معاكي ومستحيل تتفتح او اجرالها اي حاجة مهما كنت في الطريق والحلة مالك منك ولا حاجة فكرة بجد تحفة هتثبت لك جدا الغطاء بتاع الحلة على الحلة جربيها وباذن الله هتحبيها